دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم البرلمان الأوروبي للإطلاع بدور إيجابي والنأي عن تأجيج الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا كما دعت المنظمة في بيان البرلمان الأوروبي إلى العمل على ترجح الحوار العقلاني بما يضمن مصالح طرفي الأزمة من خلال التفاوض الثنائي واحترام مبادئ الجوال الجغرافي إثر صدور قرار من البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا وما أفرزته من تداعيات أكدت دعمها الكاملة للمغرب لافتة إلى أن الرباط ظلت ملتزمة بسياستها البناء الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر